بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى اللي تشوفه الفيديو يكون بخير وعلى خير تنتمنى الحبابي الصحة والعافية ويعفيهم يا ربي من هات شر المرض ياربي كلكم عون ومعين لنا ولكم حبابي في الله بدينا وميأسناش وبغينا نبدأ القبولات دي الجبان لانني انا توقفت عليهم ولكن الناس قالوا تحطي لنا وصفات دي القبول ما عندي ما ندير غادي نتفعلو وغادي نذكرو وفي نفس الوقت جبت لكم وصفة ربانية قمبولة دي الوصفات دي القبول قمبولة دي الريحة اللي غادي ان شاء الله تزعزعو الوقت اول حاجة غادي تديرو هي انكم تكون عندكم شي قنين خازنينها جديدة وغادي تجبدوها وغادي توكلو على الله هاد الوصفة لابد تكون بريحة كاملة لانها غادي تبقى عندك من العام حتى العام ديال شعبان شعبان اللي القبول غا يكون عندك مطرطق وما عمرك غادي تبقى يتستغنى على هاد الريحة الريحة اللي غادي ان شاء الله نحطو فيها قبول رائع يوم غادي تشو ان شاء الله غادي تديرو هاد الوصفة بإذن الله الواحد القهار أول حاجة غادي ناخد قنينة الريحة هاد الوصفة يقدر يديرها الرجل والمرأة ولكن هي قبول عام من العام حتى العام أول حاجة غادي نحل القنينة غادي نحل هاد القنينة من هنا من هنا نحيد لها هادي ونقرأ على نقرأ على الفم ديالا نقرأ وخصوصا تكون ريحة جيدة تكون عطر زيتي المهم الأحسن يكون عطر زيتي لأنه تيبقى القوة ديال هاد الريحة تتبقى في تتبقى بإذن الله تتبقى في الجسد ديالك أول حاجة غادي نقرأ عليها أشنو غادي نقرأ عليها هي هاد القراءة اللي غادي تديرها وغادي إن شاء الله غادي تشكروني عليها غادي ناخد هاد هاد القنينة نقربها إلى الفم ديالي وغادي نقرأ عليها صورة ياسين صورة ياسين حتى نوصل إن تقولها واحد وسبعين مرة على القنينة على الفم ديالها وانت تتقرأ وتتنفت هاد القراءة هنقرأ ونكمل الصورة تياسين نكملها حتى الأخير نكملها ونقول نقرأ صورة الجن مرة وحيدة وآية الكرسي سبعات المرات وغادي نمشي لصورة القدر ونقرأها سبعات المرات وغادي نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله سبعات المرات وغادي إن شاء الله نقول وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين سبعات المرات وغادي نفت على القنينة وغادي نخلي هذه القنينة من العام حتى العام وغادي تشوفوا واحد قنبلة دي القبول سبحان الله لها من غادي تبدو تديرها غادي ما تستغنوش عليها بإذن الله الواحد القهار إذن أنتم الوصفة أعطيتها لكم أنتم ما دروها بيقين تكونوا على وضو على الصلاة وتحطوا القنينة أمام القبلة وتكونوا صليتوا ركعتين استخارة باش تجلبوا قبولكم وتجلبوا حاجة اللي بغيتوها زوينة مهم الوقت اللي تبغيو ترشوا رشات ترشوا سبعات رشات على الصدر ديالكم المرأ المزوجة المرأ اللي ستتقلب على خطيب البنت اللي بغيت أن الحبيب يبغيها بغى الولد كذلك يديرها إذن أحبابي في الله مبقى لي أغير نقول لكم حاولوا الدعم القناة حاولوا تفعلوا الجرس الوصفة جيد زيانين ولكن توكل على الله أديرها إن شاء الله بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته